لكن الحقيقة برغم قوة الاهلي في الحق والاهلي دايماً وأبداً زي أعتقد كل الناس اللي بتتابع مسيرة النادي الاهلي الاهلي دايماً ما بيطبلش في حاجة بيزة ما بيسعاش لحاجة ملوش حق فيها ما بيدورش على حاجة مش من حقه قوته في تمسكه بالحق والوضوح لو ملياش حق هنا مش هتكلم فيه مش هدور عليه ومع هذا وصف موقف الاهلي وهو بيتمسك بحقه المتصادم في الموعيد انه ايه نشوف محمد شباني أول مرة في حياتي أشوف النادي الاهلي واقف لوحده كده في قلب معركة وما حدش بيه مد ايديه طول عمر الاهلي بينجح في انه يزرع ناسه في كل الكيانات والاتحادات يعني كان مصطفى مرات فاهمي في الاتحاد الافريقي حدسوا على حرك في الاتحاد المصري طول عمره لي رجالته وليه ناسه لكن اول مرة أشوف الاهلي يستجدي ان حد يقف جنبه في الازمة اللي حصلها بتاعة كاس العالم للاندي للدرجة ان الاهلي عمل بيان بيقول الاتحاده الكرة فيه لو سمحت فيما معناها يعني وقف جنبي تحمل مسئولياتك وقف جنبي هل الاهلي عمره خان كده هذه اكتر مرة شعرت فيها بضعف النادي الاهلي حقيقي ما حصلش قبل كده ده كان كل الكيانات بتنطفض لما تحصل قزمة في الاهلي ان شاء الله حتى ضربة جزائل شوف هو يعني الصياغات اللي قالها الأستاذ محمد صياغات زكية ومتناقضة يقول لك النادي الاهلي وقف لوحده ودي اول مرة وكان له رجالته دايما لا يا محمد به الاهلي عمره ما اعتمد ان له رجالته في كل حت بدليل ان اتحاد الكورة اللي حضرتك بتقول رجالته ده بقى له اربع كمس سنين فيه لجان ما فيهاش حد من النادي الاهلي يعني اللي بيدرها ناس شوفنا واقفها بتعمل ايه بقى له ست سبع سنين مع النادي الاهلي في كل لجان الاتحاد لكن النادي الاهلي زي ما قاله ساذ إبراهيم يا محمد به انه ما بيجيش في الهيفا ويتصدر بيتصدر ويصعد لما يكون له حق طيب لما يكون له حق زيه ده واضح وحضرتك بتقول ما حدش واقف جنبه بطلوب من النادي الاهلي عشان يكون قوي يعمل ايه اقول لك انا اللي الناس كلها اللي مش عايزة الاهلي تروح يروح كاس العالم للأندية اللي أنا عايزه يعني النادي الأهلي لما جاء على بطولة السوبر المصر السعودي دي مباراة كانت ودية بمسمى الدوري السوبر المصري السعودي بينية الاتحادين معنين بالأمر في النادي الأهلي طلب التوقيت اتغير عشان كان عنده ظرف مشاركة أيضا في البطولة الإفريقية لما ما تحققش اعتذر يستطيع هنا ده ماتش لما شاركت فيه شرف لما شاركتش فيه انت مرتكبتش أي نوع من التقصير لكن لما تيجي تتأهل بطولة العالم الأندية اللي هي بتبقى محط أنظار العالم مهما حاول البعض أن يستخف لأن اللي بيستخفوا بالوصول لكاس العالم الأندية ده واحد بيدحكني والله النهار عشان كده بقولك يقولك إيه بطولة فيها نادي تشيلسي وأندية مغمورة إيه أهمية بقى أنك أنت تخش ألي في مواجهة مع مقالب الدنيا ليه ولكنك قوله يعني كان المفروض لا أنا عايز أقوله حاجة تانية يا حبيبي أو أنت لما تخش السنواء العامة وتقعد تسقط فيها ست سبع مرات تتحكم على اللي عايز ياخد دكتوراه وتقوله أنت قالب دماغنا ليه بدكتوراه اللي أنت عايزها إحنا فضيان لك ده منطق والذي سزاجة وأحيانا وهو سقط روعة بتدعي لا الدعاء سزاجة هو عارف لكن عايز يسطح الأمور وقس على كده ده فيه ناس دلوقتي بتطلع كل دورها في الإعلام أن تعمل حاجة ساخرة الناس ستتحكم عليه عليه عليها وعليه مش عايز أقول كده يعني لأن أنا لما عرفت بعض الأشخاص ذلك لأنا سنين طويلة عرفهم كانوا غير كده خالص كانوا يتكلموا في المعقول بالوقت هو خبير وبيكلمكش في المعقول يقولك هو إيه هو بطلت مايلعب النادي الأهلي واحد يقولك مايلعب النادي الأهلي من غير التسع لعب هو فيه إيه عملنا ده وشال إيه هو المنتخب ده مش لا صوت يعلم على المنتخب أيه ماحنا ما قلناش المنتخب يلعب ناقص لكن كمان هو هتفتكر أنك أنت بكلامك ده ها هت هتسطح الأمور أو الأهلي يلعب ناقص لأن إيه يعني يعني ده أنت متعذب مش عارف توصل أنك تبقى إيه يعني 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 اللي أنا عايز أقوله أنك أنت محاولتك السازجة ما تمشيش على حد أيوة خالص واللي بيتابعوك ربما بيتسلو وإنت بتسليوه وإنت عارف أنك بتسليوه قابلت الدور ده يعني كامل فيه لكن الوسط الرياضي لا يتعمل مثل هذه التفسيرات والزهنيات اللي بتقودنا إلى عدم الجدية في كل شيء صحيح وكأنه المفروض في بطولة العالم على فكرة الكلام ده مش موجه لأستاذ محمد شابان بس عشان إيه شابان أنا بكلمه بالمنطقة أستاذ محمد لأ النادي الأهلي ما كانش هيضغط بالانسحاب لأنه مش في قموسه اتنين علشان البطولة دي تهمه جدا أنه شارك فيها ثلاثة لأنه شايف أن وضوح الحق يؤدي إلى الحصول عليه ترجمة نانسي قنقر